اشتركوا في القناة بمقدار 75 نقطة اساس مما زاد من توقعات الاسواق بشأن تسريع وتريد رفع الفائدة والتي قد تكون الاسرع منذ عام 1994 بالنسبة لسياسات الفيدرالي الامريكي وتتوقع الاسواق حاليا ان يقوم الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بنحو نصف نقطة مقوية خلال اجتماعه في شهر مايو لان تلك التسريحات تركت الباب مفتوحا امام المزيد من يعني رفع الفائدة المتتالي والسريع خلال العام الجاري مما زاد من طلبات الشراء على الدولار الامريكي والذي يسجل اعلى مستواته عند المستوات المائة وواحد ولاجري تداوله حاليا عند المستوات المائة فاصل ستة وعشرين وسط عمليات جني ارباح مع ملخصة وجود مستوى دعم على المدى الكصير عند المستوات المائة وتليها المستوات الدعم عند مستوات تسعة وتسعين فاصل سبعين والمتمثلة في المتوسط المتحرك مية ولكن لا يزال مستوات التسعة وتسعين هو مستوى الدعم الأهم على تدولات المدى القصير في حال تكون قاعد تلك المستويات وظهور دعم شرائي بالمتوقع أن يستقنن في الدولار الأمريكي بارتفاعه على المدى المتوسط وأيضا نأكد مرارا وتكرارا على استغلال التراجعات لبناء تمركزات شرائية بالنسبة للدولار الأمريكي وعلى المدى القصير قد نشهد بعض التصحيح على هابط وسط عمليات جني الأرباح وأي تصريحات من شأنها أن تزيد من تصريح وطيرة رفع الفائدة بدلا من التقليل منها ولذلك يجب الحرص على إدارة المخاطرة فيما يتعلق بعملات البيع المداربة على المدى القصير وبالنسبة لتدولات اليورو دولار شهد اليورو ارتفاعا مع التصحيح الذي سجله الدولار الأمريكي على مدار تدولات اليوم لاجر تدوله حاليا عند المستوى الواحد 0.856 لا تزال النظر البايعية قائمة مع سكرار التدولات أسفل المستوى الواحد 0.950 ويفضل استغلال الارتفاعات لبناء تمركزات بايعية على المدى القصير ولكن على المدى القصير قد نشهد المزيد من التصحيح في نطاق ما يقرب من 50 نقطة حتى يشهد دولار الأمريكي ارتداد واضح من المستوى الادع وننتقل إلى تدولات اليورو دولار ولا يزال المستوى 1.30 مستوى صامد أمام الحركات البيعية على المدى القصير الاستقرار الأعلى هذا المستوى لا يدعم البيع ولكن يدعم الشراء على المدى القصير والمتوسط يفضل انتظار إغلاق واضح يومي أسفل مستوى الواحد فاصل 28.50 لتأكيد النظرة الباعية دون ذلك لا تزال النظرة الشرائية على المدى القصير والمتوسط قائمة ولكن على المدى الطويل يفضل اختراق مستوى الواحد فاصل 31.50 ولذلك يفضل أيضا الحرص على بناء تمركزات الشرائية مع اقتراب السعر من مستوى الدعم حيث سيكون العائد للمخاطرة جيد ولكن أيضا يجب الاتزام بإدارة المخاطرة وقد أشرت في فيديوهات سابقة إلى أن عادة الاسسليني دولار يسجل أو يغلق شهر إبريل على نحو إيجابي ولكن يجب الاتزام بإدارة المخاطرة فيما يتعلق بأوامر وقف الخسارة التي تستقر عند المستوى الواحد فاصل 28.50 وبالنسبة لتدولات الدولارين أيضا من متوقع أن نشهد بعض التصحيح الهابط وسط عمليات جاني أرباح ولا تزال النظرة الشرائية قائمة بشدة فيما يتعلق بتدولات الدولارين وقيمة الين اللابانة الذي من متوقع أن تشهد تراجعات حدا ولكن على الجانب الفني يلاحظ استقرار التدولات أعلى خط اتجاه صاعد على طار الزمن الأربع ساعات مستوى الدعم قد تستقر عند المستوى الـ 127 الارتداد من خط الاتجاه صعودا وظهور شماء صاعدة سيدعم الشراء مرة أخرى أما كسر هذا المستوى قد يزيد من احتمالات التصحيح الهابط إلى مستوى الـ 125 وبالنسبة للتدولات المعدن الأصفر لا يزال الذهب محافظة على اتجاه والعام الصاعد على المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط والقصير نلاحظ كسر له خط الاتجاه الصاعد على إطار الزمن الأربع ساعات ولكن المستوى الحالي قد يشير إلى إعادة الاختبارية تأكد فقط بظهور شموع باعية على الإطار الزمن الأربع ساعات التي قد تدفع الزهب إلى المزيد من الهبوط التصحيحي فقط ولكن إذا نظرنا إلى مستوى التصحيح في بوناتشي 61.8 سنلاحظ أنها تستقر عند مستوى الـ 1930 ولذلك هي مستوى الدعم قوي أهم في حال ارتداد منها صعودا قد تكون فرصة جيدة جدا لأشراء ولكن نلقي أيضا نظرة طويلة المدى على الإطار الزمن الأسبوعي نلاحظ ارتداد الذهب من أعلى مستوياته التي سجلها في أغسطس 2020 قرابط المستوى الـ 2070 دولار الأنصة وإذا أيضا رسمنا في بوناتشي على الحركة الهابطة والتصحيح الحالي سنلاحظ ارتداد واضح من مستوى الـ 2000 دولار للأنصة قرابط مستوى الـ 61.8 في بوناتشي مما يعني أنه في حال تكون شموع بيعي على الإطار الزمن الأسبوعي خلال الأسبوع المقبلة قد نشهد هبوط تصحيحي قوي إلى مستوى الـ 1895 على المدى الطويل ولكن العودة مرة أخرى أعلى مستوى الـ 1990 ومستوى الـ 2000 دولار الأنصة سيدعم الارتفاع مرة أخرى إلى مستوى الـ 2070 دولار الأنصة لذلك يجب مراقبة الإطار الزمني الأسبوعي والشموع المتكونة خلال الأسبوع المقبلة وننتقل إلى تدولات الدوجونز بعد اختراق قوي لخط الاتجاه الهابط على الإطار الزمن الأربع ساعات وتتحول أيضاً النظرة إلى الشراء بالسداة في مستوى الـ 35350 وذلك بعد الارتفاع القوي الذي سجله الدوجونز بعد الاختراق لخط الاتجاه الهابط وتتحول فقط النظرة إلى البيع في حال إغلاق يومي أسفل مستوى الـ 34000 وبالنسبة للتدولات النفط لحظنا هبوط قوي من مستوى الـ 218 في بوناتشي والتي تم الإشار إليها في بداية الإسبوع الحالي صفقات البيع حالياً يفضل تحريك وقف الخسارة إلى مناطق الدخول والالتزام بإدارة المخاطرة أيضاً ومن متوقع نشهد المزيد من التراجع إلى مستوى الـ 101 على المدى القصير الشراء فقط سيكون بإغلاق يومي واضح على مستوى الـ 109.50 بالسداة في مستوى الـ 116 ولكن الوضع الحالي قد يدعم المزيد من التصحيح الهابط كانت هذه نظرة سريعة الأسواق تنتركم بالتوقيع والسلام عليكم